لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي استقبال بيت المقدس أولا إلا لنعلم أي علما يتعلق به الثواب والعقاب وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها لكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إذن فما المقصود بقوله تعالى ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم هنا الشيخ رحمه الله يبين ذلك فيبين أن هناك علما هو علم الله السابق في الأشياء قبل وجودها كما ذكرنا علم ما ما سيكون من كل إنسان من خير وشر لكنه لا يعاقب الإنسان ولا يثيبه إلا بعد أن يقع ذلك الفعل منه بإرادته التي خلقها الله عز وجل له لذلك قال هنا أي علما يتعلق به الثواب والعقاب وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها لكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده قال أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به يتبعه على كل حال لأنه عبد مأمور مدبر ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة فالمنصف الذي مقصوده الحق يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزاد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها يقول وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله يعني شاقة إلا على الذين هدى الله فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام أي الحج وهادما للذنوب والآثام لأن من قصد وأتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه يقول فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم الذين عرفوا نعمة الله وفضله في تشريع ذلك خف عليهم الامتثال لأمر الله سبحانه وشق على من سواه وقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني لا يليق به تعالى بل هي من الممتنعات عليه أن يضيع إيمانكم ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم قال وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه الله عز وجل يحفظ الإيمان على صاحبه ولا يضيعه لأنه هو المتفضل به هو الممتن به على العبد هو من اختاره للإيمان دون من سواه فهذه نعمة ومنة عظيمة من غيره وقبل أن يوجد من الإنسان العمل بل قدر وكتب لك ما سيكون من أعمال فلا يعجب الإنسان ولا يغطر بل يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعله له طائعا عابدا وإذا كان الإنسان صادقا في إيمانه ذلك فهذه بشارة عظيمة بأن الله سيحفظ عليه هذا الإيمان ولا يضيعه يقول وحفظه نوعان حفظ عن الضياع والبطلان والبطلان وحفظ بتنميته لهم حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة إذا صدق الإنسان في الإقبال على الله عز وجل أعانه الله ووفقه وسدده وعصمه وعافاه من كل ما يزيل إيمانه ويضيعه من الأهواء ومن المحن والمفسدات وغير ذلك فمن صدق الإقبال على الله عز وجل صدقه الله وحفظه وأعانه وسدده وأتم عليه نعمته يقول وحفظ بتنميته عن زيادته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر يقول بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبين أو تبين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم الابتلاءات تظهر الصادق من الكاذب حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ لَيْسَ الْإِيمَانُ إِدْعَاءً لَيْسَ الْإِيمَانُ كَلَامًا بل هو أعمال تترجم هذا القول وهذا الاعتقاد يقول وكأن في هذا احترازا عما قد يقال أن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني هذا الإيمان الذي يضيع من البعض لأنهم لم يصدقوا فيه كالمنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا النفاق والعيذ بالله فتأتي المحن فتقلبهم وتظهرهم على حقائقهم والعيذ بالله أما المؤمنون فما كان الله ليضيع إيمانكم يعني بتقديره لهذه المحنة أو غيرها ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم أي صلاتهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في وقتها وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك وفي هذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح الأعمال من الإيمان لأن الله عز وجل قال وما كان الله ليضيع إيمانكم والمقصود بالإيمان الصلاة فسمى الصلاة إيمانا فدل على أن العمل من الإيمان وقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف الرحيم أي شديد الرحمة بهم عظيمها فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها والآية أيضا تظهر حكمة من حكم النسخ أن الله سبحانه وتعالى ربما أنزل شرعا ثم أنزل ما ينسخه ويغيره ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فمن حكم النسخ أن يثبت المؤمن على شرع الله ويسلم لأمر الله وحكمه ويتزلزل ويتبلبل المنافق والمتردد والشك والعياذ بالله تعالى أسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا وأن يثبتنا على الإيمان وأن يتم علينا نعمته أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر